تغير المناخ يتسبب في تدني اللياقة البدنية لدى الأطفال هذا ما توصلت إليه دراسة أمريكية نشرت في مجلة تيمبريتشر العلمية مؤكدة أن نمط الحياة الأقل نشاطاً والناجم عن ارتفاع درجات الحرارة يزيد احتمال إصابة الأطفال بمشكلات صحية مرتبطة بالحرارة بما في ذلك الجفاف والتجنجات الحرارية والإجهاد الحراري وضربة الشمس ووفق باحثنا فإنه من الضروري أن يتم تشجع الأطفال على الأنشطة اليومية للحفاظ على لياقتهم البدنية وذكر الباحثون أن سياسات تغير المناخ اليوم تفشل في تلبية احتياجات صحة الأطفال واستخلصوا استنتاجاتهم من خلال تمشيط أكثر من 150 دراسة علمية عن كيفية الحفاظ على النشاط البدني للأطفال والتعامل مع الحرارة فأظهرت النتائج أن اللياقة البدنية للأطفال أقل بنسبة 30% من تلك التي يتمتع بها أهلهم عندما كانوا في العمر نفسه كما تحقق الباحثون في نتائج دراسة أجريت على 457 مدرسة ابتدائية حددت أن الطلاب الذين يعانون زيادة الوزن كانوا أكثر عرضة بمرتين لمواجهة صعوبات في تنظيم درجة حرارة الجسم عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مقارنة بذوي الوزن الطبيعي